ثانيا قائمة المركز المالي والتي تسمى أحيانا الميزانية Financial Position Statement or Balance Sheet قائمة المركز المالي هي قائمة تتضمن عناصر الأصول من ناحية وعناصر الخصوم وحقوق الملكية من ناحية أخرى والتي تساعد في تحديد المركز المالي للوحدة الاقتصادية أو للمنشأة في تاريخ معين أي أنها تعرض الأصول والخصوم في تاريخ محدد أو في لحظة زمنية معينة عادة تكون نهاية الفترة المالية أو نهاية السنة المالية والمركز المالي قلنا أنه عبارة عن بيان لمصادر الأموال والأوجه التي استخدمت فيها هذه الأموال واستخدامات الأموال يتم التعبير عنها بكلمة الأصول بينما أن مصادر الأموال يعبر عنها بأنها الالتزامات لصالح الغير أو لصالح أصحاب المنشأة والتي تسمى بحقوق الملكية إذن قائمة المركز المالي تتضمن كل من مصادر واستخدامات الأموال والتي تمثل المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين ونلاحظ هنا أن قائمة المركز المالي هي عبارة عن كشف وليست حساب فلن نقوم بإعداد حساب يسمى بحساب الميزانية وهذا خطأ شائع لدى بعض المبتدئين في دراسة المحاسبة الميزانية ليست حساب وإنما هي قائمة أو كشف يوضح عناصر الأصول والخصوم وحقوق الملكية في تاريخ معين والإعداد قائمة المركز المالي فإنه يوجد أيضا شكلين لقائمة المركز المالي مثل ما كان في قائمة الدخل ونستخدم ميزان المراجعة المستخرج من منشأة العلي لإعداد قائمة المركز المالي كانت في هذا الميزان مجموعة من الإيرادات ومجموعة من المصروفات ومجموعة من عناصر الأصول والخصوم وحقوق الملكية وفي مثال سابق تم استخدام عناصر المصروفات وتمت مقارنتها مع الإيرادات وكانت النتيجة نتيجة هذه المقارنة ربح مقداره 46 ألف إذن جزئية المصروفات والإيرادات استخدمت في قائمة الدخل ونتج عنها صافي ربح قدره 46 ألف صافي الربح هذا يمثل جزء من حقوق الملكية يضم على رأس المال باعتبارهما يمثلان حقوق الملكية يتبقى لنا مجموعة الأصول ومجموعة الخصوم يمكن إعداد قائمة المركز المالي على شكل حساب ذو جانبين جانب يتضمن الأصول وجانب آخر يتضمن الخصوم وحقوق الملكية كما يمكن إعدادها على شكل قائمة نبدأ فيها بالأصول ثم الخصوم ثم حقوق الملكية مع وجود بعض التفاصيل نراها سويا نرى معا الشكل الأول للميزانية وهو شكل الحساب ذو الجانبين هي تأخذ شكل الحساب لكنها ليست حسابا نؤكد مرة ثانية هي ليست حساب وإنما تأخذ شكل الحساب بمعنى أن الميزانية لها جانبين جانب أيمن تظهر به عناصر الأصول والجانب الآخر الأيصر تظهر به عناصر الخصوم وحقوق الملكية وطبعا يجب أن يتساوى مجموع الخصوم مع مجموع الأصول مجموع الخصوم وحقوق الملكية مع مجموع الأصول كما سبق بيانه عند شرح معادلة المحاسبة في الفصل الثاني بناء على ذلك وباستخدام البيانات الخاصة بمنشأة العلي نكتب اسم المنشأة في السطر الأول وهو اسم منشأة العلي ثم نكتب اسم القائمة إما أن نقول عليها قائمة المركز المالي وإما أن نقول الميزانية في تاريخ يوم 3012 ونلاحظ هنا أنها تعد في تاريخ معين ثم نقوم بتقسيم الصفحة إلى جانبين على شكل حرف T الجانب الأيمن نطلق عليه جانب الأصول والجانب الأيصر نطلق عليه الخصوم وحقوق الملكية ثم بعد ذلك نقوم بعمل عمودين في كل جانب عمود نمكن أن نطلق عليها عمود فرعي والآخر عمود إجمالي نفس الكلام هنا عمود فرعي وعمود إجمالي ثم بعد ذلك نبدأ بالأصول ونقوم بتقسيم الأصول إلى نوعين الأصول المتدولة والأصول الثابتة بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة في الأصول المتدولة هي تبدأ بالنقدية ثم الأصول التي يتم تحولها إلى نقدية خلال دورة التشغيل العادية لدينا فيها المدينون ولدينا المواد والمهمات لدينا مصروف مدفوع مقدم ثم بعد ذلك المجموع 60 ألف مجموعة الأصول المتدولة نقلت إلى العمود الإجمالي النوع الثاني من الأصول هو الأصول الثابتة وهي التي يتم الحصول عليها بغرض الاستخدام في النشاط وليس بغرض إعادة البيع هنجد أنها مثل الأراضي والمباني والسيارات والأثاس كل هذه الأصول تشترى بغرض الاستخدام في النشاط وليس بغرض إعادة البيع نجمع الإجمال ونضعه في الخانة الإجمالية يتبقى لدينا نوع آخر يسمى بالأصول غير الملموسة والذي اختلف في طبيعته أنه لا يمكن أن يرى بالعين المجردة وإنما هو أصل موجود ويحقق عائد للمنشأة وأشهر مثال على ذلك هو شهرة المحل وهي وردة في هذا التمرين بمبلغ 100 ألف نتوقف في هذا الجانب وننتقل إلى الجانب الآخر وهو الخصوم وحقوق الملكية نقوم بتقسيم الخصوم إلى نوعيها الخصوم المتداولة والخصوم طويلة الأجل الخصوم المتداولة هي التي تستحق السداد خلال فترة سنة مالية أو أقل خلال 12 شهرا أو أقل منها الدائنون ومنها المصرفات المستحقة وكذلك الإرادات المحصلة مقدما مجموعهم 34 ألف لدينا الخصوم طويلة الأجل وهي المبالغ التي تستحق السداد خلال فترة زمنية طويلة تزيد عادة عن السنة مثل القروض طويلة الأجل وكانت لدينا في هذا المثال بمبلغ 60 ألف كتبناها مباشرة في خانة العمود الإجمالي يتبقى لدينا رأس المال وهو كان بمبلغ 500 ألف يضاف إليه أرباح العام التي سبق استخراجها من قائمة الدخل وكان قدرها 46 ألف نجمع حقول ملكية نجد أنها 546 ألف في العمود الإجمالي نقوم بعد ذلك بتجميع كلا الجانبين العمود الإجمالي في كلا الجانبين ويجب أن يكون متساويين نجد أن مجموع الأصول 640 ألف هو نفسه لابد أن يكون مجموع الخصوم وحقوق الملكية 640 ألف ونلاحظ أن كلا الرقمين متساويين بما يعني أن مجموع مصادر الأموال كما سبق البيان قبل ذلك مصادر الأموال تتساوى مع استخدامات الأموال والتي تتمثل في الأصول يمكن إعداد هذه القائمة بشكل آخر وهو ما يسمى بشكل التقرير وهو أيضا الشكل الأكثر استخداما كما أنه هو الشكل الذي تطلبه الجهات القانونية التي تنظم عمل الشركات وكذلك كيفية تفصحها عن المعلومات الخاصة بها بناء على هذا الشكل فإنه يكون لدينا عمودين عمود فرعي وعمود إجمالي ولدينا خانة للبيان في خانة البيان نبدأ بالأصول المتدولة أولا نعرضها كما عرضت منذ قليل في الشكل الأول وكان مجموع الأصول المتدولة ستين ألف لكننا لن نستكمل عرض باقي الأصول وإنما يظهر الخصوم المتدولة وهنا سوف نستخرج نتيجة جديدة لم نتمكن من الوصول إليها باستخدام شكل الحساب حيث أنه عند طرح الخصوم المتدولة وهي كان مجموحها أربعة وثلاثين لما نترحها من الستين يطلع لنا بيان جديد يسمى برأس المال العامل Working Capital هو عبارة عن الفرق بين الأصول المتدولة والخصوم المتدولة ويكون مقداره 26 ألف نؤكد مرة ثانية على أن رأس المال يساوي رأس المال العامل يساوي الأصول المتدولة ناقص الخصوم المتدولة بكده نكون عملنا أول جزء في القائمة ويتضمن مقارنة بين الأصول المتدولة والخصوم المتدولة ونكون وصلنا إلى ناتج جديد هو رأس المال العامل بمبلغ 26 ألف بعد ذلك نقوم بإضافة الأصول الثابتة وغير الملموسة نجد أن هناك أراضي ومباني وسيارات وأثاس وكذلك شهرة المحل والتي تمثل أصل غير ملموس ملموس تم ضمها مع الأصول الثابتة والمجموع هو 580 ألف إذا تم جمع رأس المال العامل والأصول الثابتة إذن مجموع الأصول الثابتة هو غير الملموسة 580 ألف يتم جمع رأس المال العامل إضافة إلى إجمال الأصول الثابتة والملموسة ونكون وصلنا إلى رقم 606 والذي يمثل إجمال الأصول إذن إجمال الأصول هذا هو عبارة عن جمع رأس المال العامل مع الأصول الثابتة وغير الملموسة بعد ذلك نقوم بطرح الخصوم طويلة الأجل وهي عبارة عن القرد فقط والذي كان بمبلغ 60 ألف إذن نصل إلى رقم مهم يسمى بصافي الأصول ومقداره 546 ألف وهذا الرقم مهم هو عبارة عن إجمال الأصول الذي تم الوصول إليه سابقا مخصوما منه الخصوم طويلة الأجل نلاحظ أن هذه القائمة أظهرت لدينا مسميات لم يمكن إظهارها أو الوصول إليها في حالة استخدام شكل الحساب فظهر لدينا رأس المال العامل وظهر لدينا صافي الأصول وكذلك إجمالي الأصول بعد ذلك نظهر حقوق الملكية والتي تتمثل في رأس المال مضافا إليه أرباح العام وهي أيضا رقم يجب أن يساوي صافي الأصول إذن لدينا صافي حقوق الملكية تساوي أيضا خمسمية ستة وأربعين نلاحظ أن هناك تساوي بين صافي الأصول وصافي حقوق الملكية أو بمعنى آخر أن صافي حقوق الملكية هي نفسها صافي الأصول نلاحظ أنه للوصول إلى صافي الأصول طرحت الخصوم من الأصول طرحت الخصوم المتدولة من الأصول المتدولة وطرحت الخصوم طويلة الأجل من إجمالي الأصول إذن الشكل الأكثر فائدة لقارئ الميزانية هو شكل التقرير لذلك هو الشكل الذي تلتزم به الشركات من الناحية القانونية بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بقائمة المركز المالي يكون الإفصاح طبقا لشكل التقرير وليس شكل الحساب نلاحظ أخيرا أن هناك علاقة بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي تتمثل هذه العلاقة كما أوضحنا أثناء الشرح أن رقم الربح أو الخصارة يستخرج من خلال قائمة الدخل ثم يضم إلى حقوق الملكية ضمن قائمة المركز المالي معنى ذلك أننا لا بد من إعداد قائمة الدخل بداية حتى نستطيع أن نحدد النتيجة سواء كانت ربح أو خصارة ثم نقوم بعد ذلك بجمعها على رأس المال لكي نصل إلى حقوق الملكية ثم بعد ذلك نقوم بإعداد قائمة المركز المالي ترجمة نانسي قنقر